لمتابعة حالة اللاجئين ينضم إلي من الحدود البولنديا الأوكرانية مفاد العربية حسين قنيبر ومن الحدود الرومانية الأوكرانية مفاد العربية ليث بازاري دعنا نذهب لنتابع أيضا الصورة مع ليث بازاري من الحدود الرومانية الأوكرانية ليث المشهد لديك أيضا ميسون لا أستطيع بدء هذه المداخلة دون الكلام عن هذا الخبر المحزن للأسف إذ غادرت اللاجئة الأوكرانية التي تبلغ من العمر 62 عاما المعبر الحدود الأوكراني الروماني الذي نجد خلفي يوم الأمس الجمعة مساء توفيت بعد انتظار داما لأكثر من سبع ساعات على الحدود الرومانية المجرية داخل الحافلة التي كانت تنقلها إلى هناك فارقت هذه اللاجئة الحياة بسبب الإرهاق والتعب والقلق بعدما رفضت السلطات الحدودية المجرية إدخالها إلى أراضيها حسب المصادر الطبية طبعا وقد يكون ميسون السبب بوفاة هذه السيدة عدم السماح لها بدخول الأراضي المجرية بسبب جواز سفرها الذي تحمله إذ ومنذ اندلاع هذه الأزمة كان يسمح فقط لدخول من يحمل جواز السفر ببصمة العين بيومتريك ومنذ وفاة هذه السيدة قام وزيراء خارجية المجر بيتر زيكارتو ونظيره الروماني بودانغ أوريسكو بتغيير هذا القانون والسماح لجميع اللاجئين الأوكرانيين بدخول المجر بغض النظر إذا كان جواز السفر الذي يحمله اللاجئ بيومتريك أم لا يعني ما زال تدفق اللاجئين إلى هذا المعبر خلفي أي معبر سيريت مستمرا ولكن شاهدت الكثير هذه الليلة استثنائيا أوكرانيون يستقبلون أوكرانيين إذا أخذنا الصورة سنشاهد الكثير من يستقبل ذويه ومن يستقبل أوكرانيين أتوا من مناطق أخرى إلى الحدود الرومانية وإذا دخلنا في الصورة في عمق في اتجاه الحدود سنشاهد أن هناك تواقم مساعدة لهؤلاء اللاجئين ينتظرون فور وصول أحد اللاجئين للاهتمام به وتقديم المساعدة والبطانيات والتقس بارد في هذه المنطقة أنت تعرفين ميسون الثلوش تغطل أو هطلت طول النهار والآن أخف قليلا ولكن درجة الحرارة تقل عن الأربع درجات مئوية وهذا خصوصا في ساعات الليل والكثير منهم المتطوعون الذين نشاهد أمامي ذوي السطرات الصفر ينتظرون ويوجد مترجمون فاللغة الأوكرانية القليل من يتكلم اللغة الأوكرانية في هذه المنطقة ويقومون بترجمة بمساعدتهم على الترجمة والحصول على ما يحتاجون من غذاء وطعام يحتاجون أشياء كثيرة ميسون في هذه الظروف القاسية التي يعيش الأوكرانيون اللاجئون إلى هذه الأراضي يعطيكم العافي زميلنا ليث بازاري من الحدود الرومانية الأوكرانية